أعلن المتحدث باسم الملك تشارز عاهل بريطانيا الجديد أنه سيواجه بيانة للأمة البريطانية اليوم الجمعة وهي أول كلمة له بعد وفاة والدته الملكة إليزابات الثانية ووصف ملك بريطانيا الجديد وفاة والدته التي رحلت عن عمر نهز 96 عاماً بأنها لحظة حزن بالغ سيشعر بها أناس في العالم أجمع وقال تشارز الثالث في أول بيان يصدره بعد توليه العرش إن رحيل والدة المحبوبة جلالة الملكة هو لحظة حزين للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي هذا وأعلنت دوائر العاهل البريطانية الجديد أمس أنه سيعرف باسم الملك تشارز الثالث